مرحبا بكم مع مادة اللغة العربية ذهبنا إلى متجر الحروف واخترنا حرف القاف حرف القاف وصوته اق حرف القاف في أول الكلمة ككلمة قلم كما نشاهد في الصورة وفي وسط الكلمة ككلمة مقعد وفي آخر الكلمة ككلمة أوراق حرف القاف وصوته اق أنطقو محركة السكون اق محركة الفتحة ق محركة الضم ق محركة الكسرة ق مع مد الآ ق مع مد الأو ق مع مد الإي ق أردد الكلمات منتبها إلى صوت اق قال وقف شروق أضع دائرة حول حرف القاف وصوته اق ونضع الدائرة حول الحرف أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف القاف نقرأ ونضع الدائرة قصة مقعد أوراق أحلل الكلمات إلى مقاطع الكلمة الأولى قال تتكون من مقطعين المقطع الأول ق المقطع الثاني لا كلمة وقف تتكون من ثلاث مقاطع المقطع الأول و المقطع الثاني ق المقطع الثالث ف كلمة شروق تتكون من ثلاث مقاطع المقطع الأول ش المقطع الثاني ر المقطع الثالث ق أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ التركيب الأول ق س من ق س من التركيب الثاني ق ر بن ق ر بن التركيب الثالث ق د من ق د من وأصبحت الكلمات مركبة ونقرأ ق س من ق ر من ق د من أقرأ قال ق س من ق قال ق س س أكتب أمرر قلمي ثم ألون ستقومون صغاري بتمرير أقلامكم الصغيرة حول حرف القاف وصوته إق وتلوين الحرف بالألوان الجميلة أملأ الفراغ بالشكل المناسب لحرف القاف وصوته إق ثم ألفظ في أول الكلمة قمر في وسط الكلمة نقبل في آخر الكلمة أوراق أكتب كتابة سليمة ستقومون صغاري بكتابة حرف القاف وصوته بالحركات القصيرة والمد الطويل وكتابة الكلمات وقف قارب قلم وكتابة الجملة قال قاسم قلمي جديد بأناملكم الصغيرة بخط جميل وبالحركات على السطر شكرا لك